هنا في هذا الحي بمدينة درغان شرقية العاصمة وتحديدا في هذا الطريق يواجه يوميا هؤلاء الطلب الذين يزاولون درستهم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا تهديدا حقيقيا من طرف مجرمين جعلوا من هذه المنطقة مكانا لهم للاعتداء على الطلب وحتى المواطنين في وضح النهار أوصيب بالجورة على مستوى اليد والأخ الآخر على مستوى الرقابة بالإضافة لأنهم كانت هناك منواشات كي طاح في الأرض السيد هذا ولا سرقوا تليفون وهرب هنا نطالبوا أنهم يديرون مقر شرطة أو هم يقولوا بوست بوليس بوستو غارد وما تكون عنده هيبة أن المجرم هذا ما يكونش ثم يدور كما ركتشوف زملاء طلباء كل يوم رمهنا متظاهرين من نهار ثلاثة على اختراكش تعدوا على زوج زملائنا بالسلاح الأبيض وصلت حتى للتقطيب يعني وشني هذا؟ ذو كوالدين يبعثوا ولدهم بشيقرا ويعشوا جرحة هذا إذا ربي ما قدرش ودهم إحنا نسحقوا حل دائم ماهيش حل مؤقتكي بعد ما تخلى كي تخلى خلاص إحنا رنا نطالبوا اليوم بحقنا حقنا في الأمن أنا كطالب عندي حق في الأمن من جانبهم القاطنون في هذا الحي عبروا عن خوفهم على أبنائهم واستيائهم الكبير من تكرار هذه الحوادث نتيجة غياب الأمن إعتداءة وسرقة عديدة باستعمال السلاح الأبيض كاد تنتودي بحياة الأبرياء وهو ما جعل هؤلاء الطلب يخرجون عن صمتهم ليطالبوا من السلطات الأمنية المختصة التدخل وضمن حق من حقوق المواطن البسيط ألا وهو توفر الأمن